الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حوارات روما حيث دعى شكري إلى العمل على تعزيز العاليات الدولية لتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية كما استعرض إمكانات مصر الهائلة كمركز إقليمي للطاقة وأطر التعاون المختلفة مع الشركاء بالمتوسط في هذا المجال كما أشار شكري إلى الأولوية التي توليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وتعزيز التكامل بين دول الإفريقية للتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالا لأهل قرية الحصص وأقامت أكبر مائدة إطعام لأهل القرية وذبح عشرة عجول داخل القرية احتفالا بزيارة الرئيس السيسي وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الأربعة عشر الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز شربين 99% في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء كما بلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين 4.5 مليارات جنيه لتخدم حوالي 22.336 نسمة أعلن مجلس السيادة الانتقالية السودانية اتفاق الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري بعد غد الأثنين بحضور محلي ودولي ويأتي ذلك بعد عقد اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بمشاركة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد وأعلن مجلس السيادة الانتقالية السودانية أن الاجتماع ناقش تطورات العملية السياسية وما تم توصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري مشيرا إلى أنه يشكل أساسا لحل أزمة السياسية الراهنة بالبلاد أعربت لجنة التحقيق الخاصة بأوكرانيا تابعة للأمم المتحدة عن قلقيها العميق من تزايد التهديدات التي يتعرض لها المواطنون الأوكرانيون وقال أعضاء اللجنة عقب زيارة رسمية إلى أوكرانيا إن المدارس ضمرت أو هدمت بعد تسعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية مشيرين إلى أن الوصول إلى المدارس أصبح صعبا في المناطق التي انسحبت منها قوات روسية مثل خركيف وخرسون كما أوضحت اللجنة أن هناك ضمارا كبيرا شهدته البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خاصة شبكات الطاقة والنقل قالت الخزانة الأمريكية إن الحد الأقصى الذي أقره لتحد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل سيحافظ على التزويد الأسواق العالمية بإمدادات جديدة وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانات إيلين أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات دولارات مشيرة إلى أن صقف السعر سيزيد من تقييد إرادات موسكو أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التزام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية والشعبية مع تايلاندا وقال وزير الخارجي الأمريكي أن البلدين عززت العام الماضي من شركتهما وتحالفهما حيث استضافت تايلاندا بنجاح منتدى التعاون اقتصادي لأسيا والمحيط الهدئ مشيرا إلى عقد أول حوار استراتيجي ودفاعي على الإطلاق كما أوضح بلينكين مجال التعاون بين واشنطن وبانكوك شمل مجالة الطاقة والاستدامة والأمن الإقليمي ختم مجال الثامنة فاصل والعوند رحضاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر